حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد يعني ابن عمرن حدثنا خالد بن عمرن عن ابن حرملة عن خالته قالت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب اصبعه من لدغة عقرب فقال انكم تقولون لعدو وانكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه في صغار العيون شهب الشعافي من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة حان عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا رافع بن سلمة الاشجعي حدثني حشرج بن زياد الاشجعي عن جدته ام ابيه انها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة خيبر وانا سادس ست نسوة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان معه نساء فارسل الينا فقال ما اخرجكنا وبامر من خرجتنا فقلنا خرجنا نناول السهام ونسقي الناس السويق ومعنا ما نداوي به الجرح ونخزل الشعر ونعين به في سبيل الله قال قمنا فانصرفنا فلما فتح الله عليه خيبرى اخرج لنا سهاما كسهام الرجل قلت يا جدة ما اخرج لكن قالت تمرا ترجمة نانسي قنقر